Every of us has a bicycle. صحيح. Wrong. Okay. Each of us has a bicycle. I think wrong. ليه بقى؟ Let's see. السلام عليكم. نادا إن شاء الله عندنا درس جديد من قرس مشاكل لغة. والنرادة بنركز على موضوع جديد وهو إيه الفرق بين every and each. أنا جيمي. وأنا نادا. أنت واضح على قناة الإنجلش ميكس. Welcome back. إيه الفرق بين each and every؟ ده موضوع بيخص كل متعلمين اللغة الإنجليزية. فالمنارة بنحاول نبسط لك الموضوع عشان ما تغلطش وانت بتستخدمه. أول حاجة لازم نتعرفها عن each و every. باللغة العربية هم معناهم ايه كل. ده حاجة لازم نتعرفها يعني كده. بطيقة نجوم كده. Every one. موضوع من كل واحد. Each one. معناها كل واحد. ثم اتنين لهم نفس المعنى اللغوي في اللغة العربية. لكن لما بني نستخدمهم في اللغة الإنجليزية لهم استخدام مختلف تماما. تعالوا كي نشوف أول فرق بين every and each. تعالوا كي نسمع يمسونهم كده أول مثال. Each one should pick up their plates. Each one should pick up their plates. يعني كل واحد لازم يأخذ طابتها. المساء الثاني. Everyone should start eating now. يعني كل واحد لازم يبدأ يأكل الوقت. طيب احنا كي نستخدمنا every and each هنا في المثالين. تعالوا كي نعرف ايه الفرق بينما بعض. اول حاجة لازم نتعرفها عن each. ان احنا ده نستخدمها عشان نعبر بها عن حاجة في مجموعة. يعني شخص في مجموعة كده. او حاجتين فين في قائمة. ماشي؟ هي طبعا ديت الحاجة لازم نتعرفها عن each. اصبر عشان ديك مثال الوقت. طيب هي بقضك لها نفس المعنى اللغوي ليه؟ ليه؟ لي every. every بتعبر عن ايه؟ عن المجموعة كلها. او بتعبر عن لستة فيها ثلاثة او اكتر من حاجة. يعني مجموعة كده فيها ثلاثة او اربعة او خمسة. ده اول فرق بين each و every. تعالوا كده ما ديك مثال. لما اقول لك ايه؟ each student should raise his hand. انا بقول لك ايه؟ each student should raise his hand. انا بخاطب ايه؟ كل او او ايه شخص في مجموعة او ايه بقول ايه؟ each student should raise his hand. ايه بقول ايه؟ every student should raise his hand. انا كده ايه؟ انا كده ايه؟ بخاطب كل الطلاب الموجودين في مجموعة. ان هم ايه؟ يرفع ايديهم. هتقول لي بعضك انا مش فاهم اوي يعني. انا كده كده تقول لي each student. وعدم بتقول لي every student. عشان انا بصل لك الموضوع. انا بقول لك ايه؟ لما انا قلت. each student should raise his hand. انا بقول ايه؟ انا بخاطب ايه؟ الطلاب اللي موجودين في مجموعة الدهية. انهم ايه؟ يرفعوا ايديهم. لما بقول. every student should raise their hand. انا كده بخاطب مجموعة اكبر فيها طلاب اكتر. عشان يقول لك كل واحد فيكو لازما يرفع ايديهم. دي حاجة عشان تفرق بين each و every. او ان each بتخاطب عدد اقل. لكن every بتخاطب كل الناس الموجودة في المجموعة. دي اول حاجة غازما انطعافها بين each و every. الفارة الثانية بين each و every. تعيش مع المسلك كده؟ almost every car in the car park was new. almost every car in the car park was new. يعني تقريبا كل عربية موجودة هنا في المكان دهوت كانت جديدة. او مثال تاني. practically every car is new. practically every car is new. يعني تقريبا كل العبرية ديها الجديدة. اقاعدة بتقول اي اقاعدة بتقول اي اح ممكن استخدم اي ظرف. بس ما ينفعش استخدمهم ابل ايج. يعني لو انت حبيت استخدم almost or nearly or pretty much. حاجة دي كلها ظروف ممكن استخدمها قبل ايه every. بس ما ينفعش استخدمها قبل ايج. ما ينفعش اقول ايه almost each car is new. ديها الجملة غير. بس ما يقول ايه almost every car here is new. ده الفارة الثانية. تعالوا كنشوف ايه الفارة الثانية والاخير بين every و each. عايزة كنت اسمع المسادة كده. each of us has a bicycle. each of us has a bicycle. يعني كل واحد فينا عنده عقلة. بسي تاني. every one of us has a bicycle. every one of us has a bicycle. هيدا ليه مولتش every of us. اقاعدة بتقول ايه اقاعدة بتقول لو انا هقول each of. دايما بستخدم بعدها pronoun. نقول ايه each one of us has a bicycle. لما اجي استخدم every ما ينفعش اقول every of. دازم استخدم بعدها. every one. say every plus one. every one of us has a bicycle. مثال تاني. each one of us can speak english. ما ينفعش اقول ايه. every of us. لازم نقول ايه. every one. دايما بستخدم one مع every. لو جب بعدها ايه pronoun. pronoun دايوا ايه. us them. هكذا. نسمي بسميه pronoun لو اضميه يعني. each one of us can speak english. عشان يقول لك مهمة جدا. تستخدم one بعد every. ما ينفعش تستخدم one بعد each. ما ينفعش اقول ايه. each one of. ما ينفعش اقول ايه. each of us. ما ينفعش اقول ايه. each one of us. او عطوا كده لغا. ماشي. ويبهنا كده وصلنا لنهاية الحياة النهاردة. حبيت اعرفك ايه الفير بين every. و each. اتمنى يكون الدرس عقبك. واتمنى يكون فهمت. لو انت ما فهمتش ولسه عندك اي سؤال. ما ترجلش يحطه في القومن. وان شاء الله بنرجعلك. قبل منه الدرس. بحط لك تمرين بصيك ده اوات. انا عايزك ايه. في التمرين ده اوات. تحاول تستخدم each. او every. عندك اربع جمل هما تموجد نهما. حاول تحط فيهم each. او every. بناء على ايه. لفهمتم الدرس. شكرا لك ان تنميز. شكرا لك ان تنميز. اشتركوا بالفيديو. لو عندك ايه سؤال. او عندك ايه كومنت. اضعتها في التعليق. ويعمل لايك الفيديو عشان نشجعنا ودعمنا. عشان نعمل لك الفيديو جيد ان شاء الله. ونراك في القناة. ونراك في القناة.